اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوضع تغير طبعا وضع تغير بدأنا نعرف دلوقتي الاعراض بتاعتها شكلها ازاي الاجراءات اللي ممكن ناخدها بدأ خلاص يبقى حالة الهلع اللي كانت موجودة في الاول خالص اقل شوية دلوقتي ثقافة التعامل بقت موجودة ثقافة التعامل معها كمرض كوقاية الاول ثم كمرض لو حصل بعد كده بقت موجودة وسطنا فخلاص بدأنا خلاص نتعود اكتر بقى فيه تطعيمات موجودة بقى فيه اجراءات وقاية موجودة طب يا دكتور حضرتك بتقول ان هي مش هتمشي هنفضل على طول لابسين كمامات لا مش نفضل لابسين كمامات ولكن هنفضل محافظين على اجراءات تباعد مثلا يعني هو اللي هو والوقت ما بتتعرف من الوزارة او من الاعلام ان فيه ازدياد في حالات الاصابات عالميا ومحليا بنبدأ نحافظ شوية على التباعد بيننا وبين غيرنا انا دائما بقول الكمامة دي مطلوبة جدا في حالة لو انت في مكان صغير نص مترين بينك وبين الجنبك زي الأسنصير زي المتر وزي الأماكن المزدحمة لو راكب اوتوبيس والدنيا زحمة فنفسك دايما قريب النفس اللي قدامك لكن لو انت في مكان واسع ويحن زي ما احنا عادين كده والمسافة بينا كويسة خلاص لو انت في مكان جيد التهوية والمسافة بينك وبين الجنبك مترين او اكتر فمفيش مشكلة يعني اقدر اقدر ساعتها اتنفس عادي من غير الكمام احنا في المجساتسة كده دكتور خلينا بقى انا كنت دايما ليه رأيي بقول مش هنبدل بقى مش هنعد بقى خلاص بقى هنمتين موضال عادي اه خلاص اصلا ده هل انت دلوقتي بتقوله ان في الوانزة بقت الموجة لكام دلوقتي من ساعة ما ظهرت خلاص ما بقتش موجة ما بقت خلاص انت بيعمل في حاجة اسمها رصد الوحدة الرصد دي بترسد عدد الحالات الموجودة فلما الرصد بيقول لك خلي بالك ده في عدد إصابات موجودة في البلد اللي من دول بتبدأ تاخد بالك وتاخد احتياطاتك وبتبعد على ماكن المزدحمة وتغسل ايدك باستمرار وتلبس الكمامة في الاماكن المقفولة وتهوي الاماكن اللي حواليك تبقى جادة التهوية وتنظف الاسطح الموجود يبقى انا ابدأ ااخد بالي شوية لانه في تحذيرات بتقول ان في يعني مثلا من شهر فات او شهرين كانت الدنيا اهدى من كده ما كانش فيه الحمد لله رغم كلنا في رمضان والعيد واحتفالات عيز الصغير ورمضان وزحمته بس ما كانش فيه اي حالات او اصابات موجودة دلوقتي علشان بدأت تظهر عالميا شوية عندهم والعالم كله مفتوح على بعضه فالحالات دي ممكن تجيلك من اي دولة تاني فيبقى عندك عدد اصابات موجود فتتطر تاخد الجراءاتك الاحترازية بس الزهرة قال لي يا دكتور قال لي عشان انت بقيت فاهم خلاص المرض بس الخطورة قالت الخطورة الامايكرون اصلا كسلالة من الكورونا هي اخف طبعا هي مشكلتها انها اسرع في الانتشار يعني ممكن تصيب عدد كبير من المصابين ولكن المضاعفات بتاعتها قليلة فما اقدرش اقول ان انا بخاف منها او كمضاعفات او كتدخل مستشفى او تدخل رعاية بتبقى امور على قد بس ايه شوية تكسير في الجسم وممكن ارتفاع في درجة الحرارة زيادة في الرشح ياخد كم يوم كده وبعد كده بتنتهي بس ما بقاش فيه القلق اللي كنا بنحسه وقبل كده على كبار السن وعلى اصحاب الامراض المزمنة وهكذا لازلت لازم احذر دايما من الخوف عليهم لكن انا الحمد لله بقى لديهم التطعيم موجود بقى فيه الادوية موجودة بروتوكول العلاج موجود لكن لازلت محبش ان هم يصابوا يعني الحمد لله عندنا طرق علاج وطرق وقاية موجودة لكن برضو كبار السن واللي عندهم مشكلة في المناعة واللي عندهم امراض مزمنة دايما احب دايما ان احافظ عليهم قادر الامكان لو هو يقدر ما يخرجش في حالة في اماكن مزدحمة يقدر يبعد عن الاماكن اللي فيها اصابات او كده يبقى افضل طبعا طب ومن نسبة التطعيمات دكتور على ذكرى حضرتك يعني التطعيمات دي هل مفروض تستمر التطعيمات التعزيزية دي او الجرعات التعزيزية يعني وزارة الصحة بتدعو دايما المواطنين لاتخاذ او لاخذ اللقاح الكورونا التعزيزي جرعات التعزيزية ده هيفضل المستمر طول الوقت اه طبعا بص انا اقول لحضرتك على حاجة انتنا دلوقتي لما قلنا سبب عدد الاصابات مش بس الافراط التفريط في الاجراءات الاحترازية هم تلت اسباب رئيسية هو انك انت سبت الاجراءات الاحترازية خلص بقيتش تتبع لكمامة ولا ويمكن ما بقاش فيه اهتمام بغسل الايدي زي الاول ولمسة الاسطح ولا جيدة ولا التهوية الجيدة نمرد اتنين الامايكرون اللي موجود السلالة بتاعته وبدأت تظهر منها سلالات صغيرة تاني اكثر انتشارا نمرد ثلاثة وان هي الجرعات التعزيزية الناس اللي خدت الجرعة التانية والجرعة التعزيزية كمان خلاص انتهت كمان العمل بتاعها في الجسم بعد اكتر من 6 ل 8 شهور طبعا نفضل طول عمرنا كده دكتور يعني زي الانفلونزة الموسمية انت بتاخد تطعيم الانفلونزة الموسمية كل سنة بعد بمعد من 8 ل 10 شهور بتاخد جرعة تانية فانت هتفضل طول الوقت تاخد الجرعة التعزيزية بتاعتك بتاعت الكورونا خاصة لو انت من الناس طبعا اولهم الفريق الطبي اللي معرض بشكل كبير خط الدفاع الاول المعرض للاصابة وبعدين كبار السن والاصحاب الامراض المزمنة هم دول اكتر ناس ان انا بديهم طبعا وانصحهم دايما ان هم يقبلوا على الجرعة التعزيزية والتنشيطية طيب يا دكتور في ناس يعني طالما البرستامول موجود فخلاص بيبقى اول ما يظهر عليهم اعراض بيأضوا بارستامول سواء بقى عندهم برد او عندهم كورونا فهل ده صح؟ طبعا زي ما بنقول دايما ان احنا لما بتظهر اي اعراض بتبقى اشتباه في انها ممكن تكون كورونا فببدأ اتعامل معها على انها كورونا لحد ما يعدي اليومين التلاتة دول مش لازم بقى اقعد امشي وراها لحشان اثبت انها كورونا خلاص انا هي اعراض خفيفة يعني انا دايما بتقول دايما الحب دايما اتعامل مع الحالة مش مع تحاليل يعني يعني هو خصوصا في الموجة او في الوقت بقى فيه عدد زيادة حالات فمش لازم انا بقى كله هاجري هاجري اعمل مساحات وهاجري اعمل تحاليل هيبقى فيه ضغط على المعامل وضغط على المساحات بدون داعي طالما بس في النقطة دي عايزة اسأل حضرتك حاجة كنا زمان بنخاف من ان فيه اعراض اللي هي البوست كوفيد او بعد كورونا بيبقى فيه بعض الاعراض واحيرا كانت بتوصل لجلطات زي ما كانوا بيقولولنا موضوع دي دايمر والحاجات دي فهل ما زلنا لازم نخاف من النقطة دي دي هي قلت شوية عن الاول ما فيش كلامه ده لان الاو مايكرون نفسه كمان مضعفاته اقل فالمشاكل بتاعته قلت شوية فما بقاش ما معدش كله بالارقام وبالاحصائيات معدش فيه عدد زي الاول بيقول انه حصل منه جلطات زي الاول مضعفات دخول رعاية الحمد لله ان امور اقل من الاول بكتير بشهادة الاطباء اللي موجودين في المستشفيات فبدأت اقول انه دلوقتي لا خلاص انا ابدأ اتعامل بقى مع الموضوع كاينه هو كورونا اخد يا جراءتي العزل القادر المستطاع يعني ما اختلطش باللي في البيت اوي وابدأ اخد بورتوكول العلاج بتاعي البرستامون لو انا حسيت انه فيه كحة فيه بترفع في درجة الحرارة بناخد الزي سروماكس او يعني المضاد فيه احتياج لان انا اروح للدكتور لانه ممكن اعراضي تختلف عن اعراض غيري يعني فيه ناس بتشريكي مثلا من تكسير في الجسم فقط لكن مش حاسس بصداع او مش حاسس برشح او هو يفضل طبعا تحت اشراف طبي ولكن عبر سأل التواصل دلوقتي بقت كتيرة جدا لو اقدر انا اتواصل معا وابعتله لو انا عملت اشعة ابعتها له وعملت تحييل ابعتها له وهو يوجهني يفضل احسن ان انا انتقل من مكان لمكان وممكن يكون فيه اصابة ممكن ان انهل غيري فلو انا طبعا الا اذا كانت الحالة تستطيع ان الدكتور عايز لا ده انا عايز اسمع بالسماعة وعايز افحص صدرك كويس طبعا الدكتور هو اللي بيوجه ساعته لكن معظم الناس دلوقتي بدأت تتعامل من خلال وسائل التواصل وده شيء مش مفيد كشف انلا دلوقتي فده شيء برضو كويس الا اذا الدكتور بنفسه قال لا انا محتاج افحص فحص كلينيكي مش بس معمالي مصطلح مناعة القطيع سنعنا كتير قوي في الاول وكان فيه ناس متخوفة منو وناس شايفة ان هو ده الحل هل احنا وصلنا لمرحلة دي خلاص اعتقد ان احنا وصلنا لمرحلة مناعة المناعة المجتمعية ان احنا يوصل 70% من الناس يكونوا خدوا يا ام التطعيم يا ام خدوا العدو وممكن يكون خد العدوى من غير ما يشعر ممكن يكون خد عدوى في صورة بردة عادي جدا وعدى عليه من غير ما يشعر بي هتلاقي 70% من الناس فيه جسمهم أجسام مضادة من الكورونا بشكل أو بآخر سواء كان خدها في صورة عدوى شعر بيها أو مشعرش أو خدها في صورة تطعيم في جسمه وخد جرعة أولى أو جرعة تانية جرعة تنشطية فهتلاقي طبعا 70% من المجتمع جالوا الكورونا بشكل أو بآخر عنده الأجسام المضادة فده شيء بالنسبة لنا كويس يعني يعني كنت دايما بنقول بنشجع الناس كمان على التطعيم علشان نزود من المناعة المجتمعية اللي هي بتسمى بمناعة القطيع فده نتمنى إن شاء الله أننا هتكون وصلنا المستوى د طب يا دكتور الموجة السادسة سمعنا أنه فيه أعراض جهاز هضمي كمان هل ده صحيح؟ كان فيه من قبل كده عصلا عراض جهاز هضمي موجودة يعني هي من قبل كده مش بس الموجة دي فيه أعراض جهاز هضمي موجودة للكورونا هم هي جهاز تنفسي جهاز هضمي هم بيجوا في الشكل ده يعني فطبعا وارد جدا أنه من نصط العراض اللي موجودة دلوقتي ما تيجي في الجهاز الهضمي إصابة للميكروب يصيب الجهاز الهضمي ويأثر عليه وتيجي بقى نزلات معاوية وتيجي في صورة متعبة شوية زي نزلة معاوية بس بتبقى حدة شوية فطبعا بيتم التعامل معاها من خلال أدوية الجهاز الهضمي غير الجهاز التنفسي طبعا عندي برد من المروحة لأم التكييف لأصل خدت دوش وخرجت والجو مش عارف إيه أعرف أنا منين بقى أن ده برد عادي ولا لأ دي كورونا من قدرش أعرف إلا إذا روحت عملت تحليل كاملة بقى أنا أنا أعملت تحليل كاملة قبل المسحة التحليل على الأقل بتديني مؤشر طبعا لما بعمل دي دايمر ولما بعمل معامل الإصابة للتهابات ولما بعمل تحليل بتاقي الفريتين بعمل الحاجات دي بتبين لي شوية إذا كنت أنا لأ وصورة الدم طبعا بتبين التوافق ما بين التحليل والأعراض الموجودة عندي لأ التحليل في مكان والأعراض في مكان لأ بس تبعدها شوية لكن ما بنفيهاش تماما برضو المسحة برضو نقولنا المسحة ممكن تؤكد آه بس برضو ما تنفيش يعني عايز أقولك أنت بتمشي في أعراضك حسب ما هي موجودة عندك وشعر بيها وبتاخد الأدوية على أساس هذه الأعراض بصرف النظر عن أنت متأكد يا كورونا ولا لا ترجمة نانسي قنقر